نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعية من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022-2023 ما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم تزيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة وذلك بنسبة 12.5% لتصل إلى 310 مليارات جنيها مقارنة ب275.6 في موازنة العام الماضي مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها